عند صلاة الفجر وضعت الزوجة طفلا جميلا وشاء الله أن تفارقه أمه بعد وضعه بلحظات وقبل موتها نادت زوجها وقالت له يا مصطفى ولدي أمانة في يديك فحافظ عليه وعوضه حناني بحنانك وإياك أن تشعره يوما بأنه يتيم عاش المولود أحمد مع أبيه عاما كاملا وكان أبوه يحبه حبا كبيرا وبعد عام قرر الزواج من زوجة تساعده في تربية أحمد ورعايته وبعد عام أنجبت الزوجة الجديدة ولدت سمته رامي ومن يومها بدأت تحقد على أحمد وتكرهه وتفرق بينه وبين أخيه في المعاملة واستمر هذا الوضع تسع سنوات حتى مرض الأب مرضا شديدا فأوصى زوجته وهو على فراش الموت قائلا لها حافظي على ولدي ولا تفرق بينهما ولا تحرميهما من بعضهما وعامل أحمد معاملة طيبة لأنه من اليوم سيصبح يتيم الأبوين مات الزوج وبعدها مباشرة أظهرت الزوجة كرهها وحقدها لأحمد فإذا احتاجت شيئا من خارج المنزل توقظ أحمد من نومه وترسله لشراء ما تريد فكانت تشتري الثياب الجديدة لابنها وتحرم أحمد من كل شيء حتى المدرسة أخرجت أحمد منها وجعلته يرعى الأرض منذ صغر سنه وكانت دائما تضربه دون سبب فشعر أحمد بالظلم والقهر وعندما أبدأ اعتراضه عما يحدث طردته الزوجة من البيت وعندما ذكرها بوصية أبيه صرخت في وجهه وأخرجته بالقوة وأغلقت الباب خلفه في ظلام الليل وفي البرد القارس خرج أحمد باكيا لا يعرف أين يذهب وليس في فمه إلا مناجاة ربه يا رب ليس لي سواك لا أم ولا أب ولا قلب حنون يعطف عليه وظل ماشيا حتى الفجر لا يعرف إلى أين حتى رآه شيخ كبير أثناء خروجه لصلاة الفجر فأخذه معه للمسجد وبعد أن صلى الفجر معه حكى أحمد قصته للشيخ فابتسم له وأخذه إلى بيته وأطعمه واهتم به ثم أعاده إلى المدرسة ليكمل تعليمه وظل يرعاه وينفق عليه مثل ابنه تماما حتى أصبح طبيبا وتمر الأيام والسنون ويصبح أحمد من أكبر الأطباء وفي أحد الأيام جاءه اتصال من المستشفى بضرورة حضوره لوجود حالة طارئة يأس منها جميع الأطباء وقد تمكن منها المرض فيذهب أحمد مسرعا ويدخل على المريضة التي قالت له لا تتعب نفسك يا ولدي هذه ذنوب يخلصها ربي مني لقد ظلمت طفلا يتيما ولم أنفذ وصية أبيه وحرمته من أخيه ومن مال أبيه أين أنت يا أحمد؟ ليتك ترى حالي وتعلم كم أن الله عادل وتعلم أني حفظت لك حقك من أبيك عرف أحمد أن هذه المريضة هي زوجة أبيه فبكى بشدة وقال لها أنا أحمد ابن زوجك وشقيق رامي لقد سامحتك وأرجو من الله أن يغفر لك لقد كنت أبحث فيك عن حنان أمي التي لم أرها ولكن الشيطان دخل بيننا سامحك الله يا أمي وغفر لك هنا سمع رامي كلام أخيه من خارج الغرفة فأسرع ودخل واحتضن شقيقة وأخذ يبكي وقال له سامحنا يا أخي والله منذ أن غادرت البيت لم يدخل السرور إلى بيتنا وانتقم الله لك لقد ظللنا نبحث عنك سنوات والحمد لله أننا التقينا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربا وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون فتاة لم تبلغ العشرين عاما بارة بوالديها عندما أصيب والدها في حادث سيارة وأصبح معاقا أخبرها الأطباء أن والدها لن يستطيع الحركة إلا بعد إجراء عدة عمليات مكلفة ماليا فحزنت كثيرا ثم تركت جامعتها وقامت بالعمل كممرضة في مستشفى خاص لتنفق على والديها وشقيقها الأصغر منها وأثناء عملها كانت تصلي الفروض في أوقاتها وتعامل المرضى بعطف لتخفف عنهم آلامهم وتتحمل الكثير من أجل إسعادهم فأطلق الجميع عليها ملاك الرحمة وفي يوم من الأيام طلب منها مدير المستشفى أن تهتم بشاب ثري ووصل إلى المستشفى ويعاني من عصبية زائدة وغضب شديد وأخبرها أنها الوحيدة التي تستطيع السيطرة على هذه الحالة فتقبلت الفتاة الأمر بابتسامة رقيقة وعندما التقت بالشاب الثري وجدته طيب القلب عكس ما سمعت وعرفت منه أنه كان يعاني منذ صغره بنوبات صارع قد شفي منها تماما ولكن إخوته يريدون أن يثبت عليه مرضه القديم حتى يقتسم ثروته التي ورثها من أبويه المتوفيين ومع الأيام استطاعت الفتاة أن تجعل الشاب يداوم على الصلاة ويحفظ الكثير من القرآن وأخبر الفتاة بحبه لها وطلب منها أن توافق على الزواج منه فوافقت الفتاة لما وجدته فيه من رقة مشاعر وبذل كل مجهود لإرضاء ربه وبعد الزواج لاقت الفتاة كل محاربة من إخوته حتى أنهم عرضوا عليها مبلغا كبيرا من المال مقابل طلاقها منه ومساعدتهم بطريقتها في إثبات جنونه ولكن الفتاة تمسكت بزوجها ودافعت عنه بكل قوة بعد أشهر من الزواج حملت الفتاة وكم كانت المفاجأة صادمة لها عندما أخبرها الأطباء أن الجنين سيكون مشوها وإن عاش فسيرهقه ما كثيرا وعرضوا عليها الإجهاد والتخلص من الجنين ولكنها رفضت تماما لحرمة الإجهاد ورضيت بما قسمه الله لها وقبل أن تليد الفتاة بشهر واحد مات زوجها فدخل الشك قلبها بأن الموت ربما كان بتدخل إخوته الثلاثة وإعطائه متعمدين بعض الأدوية الخاطئة خاصة أثناء زيارتها لأهلها لذلك أبلغت الشرطة في هذا الأمر حاول إخوة الزوج طرد زوجة أخيهم من منزلها والاعتداء على الجنين لإسقاطه والحصول على كل ممتلكات أخيهم ولكنها قاومتهم وطلبت حماية رجال الشرطة وبعد شهر وضعت الفتاة طفلا ذكرا انتقلت له كل ممتلكات أبيه فكانت الصدمة الكبرى لإخوة الزوج الذين بدأت تحقيق معهم في طريقة وفاة أخيهم بعد إثبات الطب الشرعي أن سبب الوفاة بالفعل كانت عن طريق إعطائه أقراسا تؤدي إلى الوفاة بالتدريج وبعد أسبوع واحد مات الطفل فحزنت الأم كثيرا ولكنها رضيت بقدر الله وتحول الإرث كله إليها فقامت ببناء مسجد باسم زوجها ودار لتحفيظ القرآن باسم طفلها وقامت بعلاج أبيها والإنفاق على أمها ثم عادت إلى جامعتها لتكمل رحلة تعليمها ورحلتها مع الحياة بما يحمل قلبها من تقوى وبر وعطف ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون